الأراضي الزراعية في محافظة ديالة أصبحت مطمع الميليشيات التي تهدد وتقتل وتهجر السكان لإجبارهم على بيع أراضيهم لتقوم هذه الميليشيات بتجريف البساتين ويعادة بيعها من جديد كقطع منفصلة وبأثمان عالية هذه طلعت مجموعة تستفز الناس الموجودة عندهم صاحبين أملاك في بعقوبة تستفزهم بأي طريقة أو ثانية حتى تأخذ أراضيهم يجيب ستشناء يضربه يضربه برمانة يضربه بسدلس شوية شوية تدريجيا موضوع الصمت الحكومي كان مسنكرا من سكان محافظة ديالة لما يحدث من عملية الابتزاز والتهديد لأصحاب الأراضي الزراعية من قبل من سموها بالعصابات والسلائيها على ممتلكات المواطنين في المحافظة رغم تأكيد قائم مقامية بعقوبة بأن الأراضي الزراعية المجرفة والمستولى عليها في المدينة تبلغ مساحتها أكثر من خمسة آلاف دونم عمليات الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ديالة من قبل الميليشيات جعلت هذه المحافظة من أكثر المحافظات تعرضا للتجريف نتيجة سطوة الميليشيات هناك فقامها غياب الدور الحكومي أمام عملية الاستحواذ والتجريف للأراضي الزراعية والبساتين ما أفقد العراق مساحاته الخضراء وحرمه من رئته الطبيعية وجعله عرضة لتداعيات التغير المناخي من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة منظمات حقوقية وإنسانية وصفت ما تقوم به الميليشيات في ديالة من تهديد المزارعين وأصحاب البساتين بالاغتيال والاعتقال والطرد من ممتلكاتهم بأنها تمثل جريمة دولية تندرج تحت التطهير الطائفي والعرقي ما يحدث في محافظة ديالة من عملية استيلاء للميليشيات على ممتلكات المواطنين من الأراضي الزراعية والبساتين تكرار لما حدث في منطقة جرف السخر وغيرها من المناطق في المحافظات الأخرى وسط صمت الحكومي في عدم معالجة هذه الأزمة وأبعادها الديمغرافية والطائفية والاقتصادية التي تسعى من ورائها هذه الميليشيات